هنروح للمغرب سريعا نشوف الحقيقة تصريحات حوار يعني مع كابتن سايد عبدالحفيز عقب ما بعد الفوز الاول والمرور من العقب الاولى امام اوكلن سيتي نشوف كابتن سايد عبدالحفيز ال ايه ونرجع لكم مرة تانية انا ومحمد في الاهلي في المونديال نرحب كل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان وبنهني بالتأكيد كل لعيب النادي الاهلي على الفوز الامس وعندنا مهمة بقى بالتأكيد قادمة مهمة جدا نعرفها من كابتن سايد عبدالحفيز بارك لكابتن سايد بالتأكيد مباراة وانتهت الحقيقة لكن حابب كلمك على المباراة شفت كمان الاجواء الجمهورية اللي افتتاح حطنا في الاجواء امسا كابتن سايد يعني في البداية طبعا يمكن حاجة من الحاجات المهمة اول لازم اقف عندها هي معاملة الجمهور المغربي للنادي الاهلي يعني حاجة اكثر من رائعة وده المعتاد يمكن في كاس العالم المنتخب المغربي هو بيلعب مع اي فرقة كانت الانطباع والرغبة كلها والتشجيع كله رايح للمنتخب المغربي اشكرهم على التعامل مع التمينة الاهلي المبارح ودي طلعة من القلب يعني ورب دايما تبقى موجود على طول يا رب يا رب ما بين الاخوة العربي الحمد لله طبعا على النتيجة والحمد لله طبعا على الصعود لكن البطولة مش من وجهة نظر بالحقيقة هي هتبدأ دلوقتي يعني كم الدوردة ما كناش معتدين ان اح نلعب عليه او نلعب فيه يعني التعامل كان جايد جدا مع اللقاء التركز كان موجود وحاضر الاهتمام والجدية كانت موجودة لحد اخر سنة واخر دي يعني اقفل الصفحة خالص لان هي دي الحقيقة انت هتلعب مباراة بليفل مختلف خالص عن اللفات مع النادي مختلف خالص عن اللفات فحال التركيز برضو كن موجودة ان شاء الله والتوفيق يكون حالة في نبزنا احنا نكون متوجدين لحياة كابت سايد هنا في طانجا يعني مشوار كبير جدا الاجواء والكواليسي عشان نستقر على هذا الامر والله بص يعني هو طبعا كان بيبقى اختيار الاتحاد الدولي والفيفا لكن الراحة دايما او الاحسن كانت تتبقى هنا الاوتيل انا من وجهة نظر الاوتيل يعني انت مش راح تعمل شارع عسل انت رايح تعمل معسكر رياضي يعني يكون فيه مش بالضرور من وجهة نظر يعني مش بدروري يبقى خمس نجوم او سبع نجوم لكن يناسب فرق الكور وده موجود هنا مرعب زي ما انت شايفه كويس الحمد لله رب عمين الاجواء احسن المعسكر الرياضي وده مهم جدا يعني القرب المسافة برضو ربع ساعة واقل من كلا بشوية شكرا شكرا كل الشكر والتديري لكابتن سايد عبدالحفيز مدير الكورة باركنا الحقيقة لكل العيب تناديل لكن صفحة وتقفلت القادم افضل بمشيئة الله ان شاء الله وبالتأكيد كان جهد كبير جدا الحقيقة من جانب الاداري تحديدا كابتن سايد عبدالحفيز عشان الكل يكون متواجد في طانجة لان السفرة يكون بمسافة طويلة جدا يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل لنادي الاهلة واستمر باداء شخصيته الكبيرة جدا حتى اخر نقطة في كاس العالم للانديد